اشتركوا في القناة وقامت قريش وساعدت بني بكر بالمال والسلاح والرجال ظنوا انه لا احد سيوصل الامر لمحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يخرجون بالليل يقاتلون معهم حتى احتمت خزاعة بالحرم ومع هذا ما كفت بني بكر عنها فاسرع عمر بن سالم الخزاعي الى المدينة والرسول جالس في المسجد فدخل عليه يقول له شعرا ينشده الله ان ينصره وهذا حلف بين خزاعة والرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله امام الناس نصرت يا عمر بن سالم والرجل خزاعي نصرت والله يا عمر بن سالم ثم رأى سحابة قال هذه السحابة تستهل بالنصر يا عمر اي سيأتيكم النصر وقدم اليكم النصر فاخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصحابه بان قريشا نقضت العهد بينها وبينه ثم قال كأنكم بابي سفيان يقدم عليكم كأني اراح يقدم عليكم يطلب ان يشد في العقد ويزيد في المدح وصدق النبي في هذه الاثناء اجتمع كفار قريش وخافوا ان يصل الامر الى رسول الله وان ينقض العهد بينه وبينهم قالوا ماذا نصنع قالوا نرسل احدنا يطمئن النبي يطمئن محمدا بالعهد الذي بيننا وبينه قالوا من نرسل فقال ابو سفيان انا اذهب اليه وصدق النبي اسرع ابو سفيان الى رسول الله في المدينة اول ما دخل في المدينة ذهب الى بيت ابنته ام المؤمنين ام حبيبة فلما دخل عليها اراد ان يجلس على فراش رسول الله فقامت ام حبيبة وطوت الفراش عنه ابعدت الفراش عن ابيها ابي سفيان فقال يا ابني ماذا صنعتي اترغبين عني بهذا الفراش او ترغبين بهذا الفراش عني لما فعلت هذا قالت هذا فراش رسول الله وانت مشرك نجس هذا هو الولاء في الله والبراء في الله حتى لو كان ابي لكنه رسول الله اغلى منك يا ابي وطوت الفراش فقال ابو سفيان لقد اصابك بعدي والله شر يا فلانه فخرج من عندها واخذ يبحث عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم في المدينة فوجده فذهب اليه يكلمه يطلب منه ان يشد في العقد كما اخبر النبي فلم يعد عليه النبي اي كلمة وكلما كلم الرسول يصد عنه النبي لا يرد عليه فذهب ابو سفيان الى ابي بكر يطلب منه ان يشفع له عند الرسول فلم يرد عليه ابو بكر فذهب الى من الى عمر بن الخطاب قال يا عمر اشفع لنا عند محمد فقال عمر انا اشفع لكم عند رسول الله والله لو لم اجد الا الذر لو عندي لم البس ما عندي جنود والله لو لم اجد الا الذر لجاهدتكم به انا اشفع لكم عند رسول الله انا اريد ان اجاهدكم باي شي فذهب ابو سفيان الى علي وجده مع فاطمة وعندهم الحسن طلب من علي إن إيش فعله قال ما أنا بفاعل يا أبا سفيان ولا أظن أن هذا يغني عنكم قد أعد النبي أمرا لا رجعت فيه فإذا به يرى الحسن صبي صغير يلعب فقال فاطمة رضي الله عنها هل لك أن تجعل هذا الغلام يجيرنا ويصلح به ربنا بين العرب فيصير حديث الناس أبدا الدهر فقال علي ما هذا الغلام بفاعل ولا أظن أحدا يجيرك يا أبا سفيان ولكن اذهب إلى الناس واطلب منهم الجوار فإن قبل منك النبي فهذا وإلا لن يغني عنك شيء ففعل أبو سفيان فلم يرد النبي عليه شيئا ثم أسرع إلى مكة يحذرهم وصل أبو سفيان إلى مكة قالوا ما الخبر فأخبرهم بالخبر فخافت مكة كلها ممن من رسول الله أن ينقض العهد فأجمع النبي على الخروج لمكة وعلى مقاتلة أهل مكة لأنهم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم وفعلا عبأ النبي الجيش واستعد للخروج وحدد الوقت والزمن لكنه دعا ربه وقال اللهم عم علينا العيون والأخبار حتى نباغتهم أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباغت أهل قريش وفعلا حصل هذا إلا أن رجلا من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعح صحابي جليل ضعفت نفسه فإذا به يكتب رسالة يحذر أهل مكة من أن محمدا سيغزوهم وجيش المسلمين سيأتيهم وأعطى الكتابة لامرأة لتسافر سرا فأوحى الله لنبيه بهذا فنادى علي والمقداد والزبير وغيرهم أن يذهبوا إلى روضة اسمها خاخ ستجدون فيها ضعينة امرأة مسافرة عندها كتاب ائتوني به فأسرع الإمام علي والمقداد والزبير فوصلوا إلى تلك الروضة فوجدوا امرأة فاتشوا رحلها ما وجدوا شيئا قالوا لها أخرجي لنا الكتاب قالت ما عندي كتاب قال علي كذبتي وصدق رسول الله إما أن تخرج الكتابة أو لا أجردنك فأخرجت الكتابة من شعرها وجاءوا به إلى النبي من حاطب إلى قريش يحذرهم قال ويحك يا حاطب ماذا صنعت قال والله ما ارتدت يا رسول الله إني أحب الله ورسوله ولكن ليس لي يد في القوم وعندي أهل وأولاد وليست لي قرابة في قريش فأردت أن يكون لي يد عليهم فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد ارتد قال لا يا عمر وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم وحاطب شهد بدرا فإذا بعمر يطاطي رأسه ويقول الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم دخل شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجيش قوامه عشرة آلاف مقاتل متوجها إلى مكة فاتحا لها في الطريق وفي الجحفة لقي عمه العباس مع أهله وعياله قادما من مكة ففرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقدم حتى وصل الأبواء هنا لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله ابن أبي أمي جاء مسلمين فلم يستقبلهما النبي لشدة وطأتهما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلما أراد أن يكلماه تركهما النبي وصد عنهما عليه الصلاة والسلام فقال الإمام علي ينصح أبا سفيان بن الحارث قال اقرأ عليه ما قال إخوة يوسف ليوسف فجاء أبو سفيان وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تالله لقد آثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين تقدم الجيش حتى وصل أطراف بكة تقدم عشرة آلاف مقاتل حتى وصلوا إلى أطراف مكة فإذا بالليل قد حل فأمرهم النبي أن يشعلوا مشاعلا من نار عشرة آلاف مقاتل يحمل كل واحد منهم مشعلا من نار أنار الأرض حول مكة فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظم الجيش ويعده عشرة آلاف مقاتل أضاء الأرض بمن فيها هذا المنظر العظيم الرهيب الذي ذكره الله عز وجل في القرآن قبل ثمان سنين خرج النبي من مكة إلى المدينة معه أبو بكر الصديق ثاني اثنين الآن عشرة آلاف مقاتل رجع بهم النبي من المدينة إلى مكة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك سترجع إلى مكة بوعد الله عز وجل لرادك إلى معاد ملأوا الأرض نورا بمشاعلهم من رأهم خرج من مكة أبو سفيان بن حرب ليس ابن الحارث قائد من قادات المعارك أبو سفيان بن حرب خرج من مكة وهاله هذا المنظر أي جيش هذا قال والله ما رأيت نيرانا ولا عسكرا مثل هذا سمع صوته من؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبا حنضلة قال أبا الفضل فالتقيا فقال ما هذا يا أبا الفضل قال هذا رسول الله هذا رسول الله وهذا جيشه واصباح قريش والله واصباح قريش والله قال ماذا أفعل يا أبا الفضل ماذا أصنع قال لو رأك رسول الله لضرب علقك قال اركب هذه البغلة بغلة الرسول كانت عند العباس فاركبه على البغلة وغطى وجهه وردفه ثم أخذ يمشي به في الجيش بين النيران وكلما مر على نار قوم من المسلمين قالوا من هذا قالوا هذه بغلة رسول الله فأمنوها حتى وصلوا إلى نار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرف أبا سفيان قال هذا أبو سفيان عدو الله وعدو رسوله الحمد لله الذي مكن منك الحمد لله الذي مكن منك فأسرع عمر ليبشر النبي بهذا لكن العباس ضرب البغلة فأسرعت قبل وصول عمر إلى رسول الله فأسرع العباس ودخل على رسول الله يقول له يا رسول الله قد أجرت أبا سفيان قد أجرت أبا سفيان قال اذهب به واتني به صباحا فنام أبو سفيان في رحل العباس تلك الليلة والمشاعل قد أنارت الأرض والجيش يستعد لفتح مكة وفي الصباح جاء أبو سفيان مع العباس إلى رحل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول يا أبا سفيان ويحك ويحك أما علمت أنه لا إله إلا الله قال والله لو كان هناك إله غيره لنفعني يعني آمن أبو سفيان أنه لا إله إلا الله قال أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله قال هذه في النفس منها شيء فلا زال به العباس حتى قال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مكة فاتحا يدكون الارض دكا بقواتهم وسلاحهم وقوة ايمانهم يدتون من كل طريق كما امرهم النبي من انحاء مكة واذا بابي سفيان يسرع الى مكة محذرا فينادي الناس يا معشر قريش يا معشر قريش جاءكم محمد بما لا قبل لكم به يا معشر قريش فالتف الناس حوله قالوا ماذا نصنع يا ابا سفيان قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن من دخل دار ابي سفيان فهو امن وجيش محمد يقبل الى مكة من كل فوج ومن كل طريق كتيبة من الكتائب فاذا بالخبر تسمعه زوجة ابي سفيان هند بنت عتبة نظرت واذا بزوجها ابو سفيان استسلم فجاءت اليه فقالت اقتلوه اقتلوا الحميتة الدسمة الاخمش الساقين قبح من طليعة قوم قبح من طليعة قوم تحرض الناس على قتل زوجها ابي سفيان لانه استسلم فاذا بابي سفيان يقول للناس لا عليكم بها لا تغرنكم بانفسكم جاءكم محمد بجيش وبرجال لا قبل لكم بهم قالوا ماذا نصنع قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن قالوا قاتلك الله وما تغني دارك عنا قال من دخل داره فهو امن من دخل داره فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن فاسرع الناس الى بيوتهم يرقبون جيش محمد يقبل الى المسجد الحرام كما اخرجوه منه من هذا المسجد قبل سنوات الان يرجع اليه فاتحا اما خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد اخذ الكتيبة وذهب الى الطريق الذي امره النبي ان يدخل منه فواجهته كتيبة من المشركين اوباش سفهاء سحقهم خالد بن الوليد ثم تقدم الى الصفاء كما وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزبير وصل الى الحجون وصل الى المنطقة التي امره النبي بها فنصب الراية فيها وبنى القبة لرسول الله ينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هو جيش الاسلام يقبل الى المسجد الحرام من كل فج ومن كل طريق اما المشركون فقد فروا الى دورهم وفروا الى بيوتهم يرقبون جيش الاسلام يدك الارض دكا داخلا لبيت الله الحرام يا فتح مكة يا فخار كل الأمجاد يا مجدنا يوم العرب ما لها مجد فتح النبي المصطفى فتح الأسياد فتح الحجاز اللي تنسى وما عانى يا مكة يا فخار كل الأمجاد يوم العرب ها هو جيش الاسلام جيش الايمان يدخل الى مكة المكرمة الارض التي حرمها الله جل وعلا يوافي رسول الله في المكان الذي حدد لهم ثم يدخلون مكة من كل ابوابها ليملؤوها بالإيمان بعد أن ملئت بالكفر والشرك ها هو جيش التوحيد يدخل الى مكة كما وعدهم الرب عز وجل ها هو الفتح الذي ذكر بالقرآن ها هو يتحقق الآن فتطرد شياطين الأرض وشياطين الجن هكذا يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فاتحين إلى بلد الله الحرام هنا في هذه البقعة كان يضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذه البقعة كان يجر بلال على الرمضاء هنا في هذه الأرض كان يتعذب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا قتلت أم عمار هنا ذبح أبوه هنا عذب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هم الآن جاءوا فاتحين إلى بلد الله الحرام أول ما بدأ النبي بالحجر بالركن فاستلمه ثم أخذ يطوف بالبيت وأصحابه يطوفون معه ثم بعدها بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تلك البقعة المطهرة أراد أن يطهرها كما طهرها أبوه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام جده إبراهيم توجه أصحاب النبي إلى الأصنام يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدموا إلى الأصنام يريدون زحقها ويريدون حدمها بإذن الله جل وعلا يا فتح مكة يا فخار كل من أمجات يا مجدنا يوم العرب ما لها من فتح النبي المصطفى فتح الأسياس فتح الأسياس فتح الحجاز اللي تساوى معانق يا فتح مركة يا فخار كل من أمجات يا مجدنا يوم العرب ما لها من فتح النبي المصطفى فاتح الأسياس فتح الحجاز اللي تساوى معانق بح الحجاز اللي تساوى معاني كل الملاء صفت على رسل شهاد كلما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صنم نكته وضربه بعصا عنده وهو يقرأ قول الله عز وجل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وإذا بالأصنام كلها تهد إلى الأرض وتهدم صنما صنما لم يبق في تلك البقعة المباركة صنم واحد هذه مظاهر الشرك هدت وبعد أن طهر النبي حول البيت من أصنام دخل داخل البيت فتح الباب له فدخل داخل البيت يطهره وينظفه يأتي إلى كل ركن من أركان البيت يكبر الله أكبر الله أكبر فرأى صورة إبراهيم وصورة إسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام فأزال الصور وقال والله ما استقسما بالأزلام قط والله ما استقسما بالأزلام قط ثم بعد أن طهر البيت من داخله أخذ بعضات تي الباب ثم كبر وهلل وحمد الله وأثنى عليه وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده والناس كلهم ينظرون إليه وقفوا عند باب الكعبة وملأوا المسجد الحرام مؤمنهم ومشركهم كل الناس ينظرون أهل مكة ينظرون من بيوتهم ينظرون عند باب المسجد الحرام ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف سيحكم بهم قبل ثمان سنين خرج من هذه البقعة مطاردا يريدون قتله عذبوه إحدى وعشرين عاما طاردوه قاتلوه قتلوا أحب الناس إليه الآن سينزل حكم الله عز وجل فيهم وقف عند الباب مخاطبا الناس فقال لهم أيها الناس يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم فخركم بالآباء وطعنكم بالأنساب الناس لآدم وآدم من تراب ثم قرأ عليهم قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ها هم الناس ينظرون حكم النبي فيهم فقال لهم أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم فقال المشركون أخ كريم وابن أخ كريم الآن أخ كريم بعد أن طارتموه سنوات طوال بعد أن جرحتموه وشج وجهه في أحد بعد أن قتلتم أحب الناس إليه الآن أخ كريم فإذا به يقول لأقول لكم إلا كما قال إخوة يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء الله أكبر اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى النبي عنهم وها هم الناس فرحون بعفو النبي عنهم فإذا بالناس كل منهم يخرج من بيته آمنا سالما إلا بقايا من المجرمين أكابر المجرمين يعدون على الأصابع أمر النبي بقتالهم وقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة ثم حانت الصلاة فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من يأمر بلالا بلالا الذي كان يجر على الرنباء الذي كان يعذب هنا أمره أن يرقى الكعبة ويؤذن للصلاة فقام بلال يؤذن للصلاة والناس يستمعون لرسول الله وكل منهم يقبل عليه آمنا سالما لِمُحَمَّدٍ خُلُقٌ عَظِيمٍ وَبِحُبِّهِ مَنْ لَا يَهِيمٍ وَاللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل في مكة تسعة عشرة يوما يعلمهم والناس تقبلوا على الدين وعلى الإسلام فاليوم الثاني قام فيهم خطيبا فوعظ الناس وذكرهم وهم يستمعون وقال هذه مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنها حلت لي ساعة من نهار لا يسفك فيها دم ولا يعضد فيها شجرة ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها وهكذا كان النبي يعلم الناس أحكام الحرم وما يحرم فيه ثم بيّن لهم بعض الأحكام الشرعية والإسلامية ثم بدأت بيعة الناس بدأ الناس يقبلون على دين الله جل وعلا يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا والنبي يبايعهم عند الصفا الناس يأتون يبايعون والنبي يبايعهم حتى قضى الرجال من البيعة وبدأت بيعة النساء بدأ النساء يبايعنا النبي صلى الله عليه وعلي وسلم وعمر بن الخطاب معه يبايع النساء وعمر يتأكد من بيعتهن ثم يمشينا ويمضينا يأتين يبايعنا أولا على أن لا يشركن بالله شيئا جاء من النساء امرأة كانت خائفة من هي؟ إنها هند بنت عتبح تلك التي تآمرت على قتل من؟ عم النبي حمزة في معركة أحد التي أرسلت وحشيا لقتل حمزة ومثلت بجسمه وأصابت النبي بحزن شديد الآن تريد أن تدخل في دين الله جل وعلا لكنها كانت خائفة تنكرت لبست ما يغطيها ثم دخلت بين النساء والنبي يبايعهن فلما أمرهن أن لا يشركن بالله شيئا بايعنا النساء ثم أمرهن ألا يسرقن فقالت هند معترضة قالت إن زوجي رجل شحيح قالت هذا الكلام تقصد من زوجها؟ أبو سفيان قالت إن زوجي رجل شحيح فهل علي ضرر إذا أخذت من ماله من تدخل؟ زوجها أبو سفيان خاف الفضيحة قال يا امرأة خذي من مالي ما شئتي فلما سمع النبي صوتها علم إنها هند بنت عتبة بين النساء مندسة متنكرة لكن النبي لا يخطئ صوتها قال أو أنك هند؟ أنت هند بنت عتبة فإذا بهند انكشف أمرها من قتلت أم النبي فإذا بها تقول كن خير آخذ يا نبي الله اعفو عفى الله عنك فإذا بالنبي يبتسم ويقول عفى الله عنك يا هند عفى الله عنك يا هند لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هذه أخلاق النبوة هذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم ثم البيعة الثالثة بعد الشرك وعدم السرقة قال ولا يزنين دور الآن البند الثالث ولا يزنين فاعترضت هند مرة أخرى قالت أو تزني الحرة؟ هل الحرة تزني؟ فقالت لها عائشة يا هند بايعي كلنا بايعنا أما الرابع قال وليقتلن أولادهن فاعترضت هند أيضا قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا يعني أولادها الذين قتلوا في بدر هنا ضحك عمر بن الخطاب وضحك النبي له انظروا ماذا تقول هند حتى إذا أكمل النبي البيعة أمر الناس جميعا أن يكسروا الأصنام في بيوتهم فذهبت هند إلى بيتها فمسكت صنمها وقالت والله إن كنا فيك لفي غرور كنا مغرورين فيك ثم رفعت الصنم وكسرته بالأرض وكسر الناس أصنامهم وعم الإسلام مكت كلها حتى والد أبي بكر لم يكن أسلم إلى ذلك الزمان وكان شيخا كبيرا جاء به أبو بكر إلى رسول الله فلما رآه النبي قام له قال يا أبا بكر لو تركت الشيخ في بيته وقمنا إليه أنا آتي إليه فقال أبو بكر لا يا رسول الله أنت أحق أن يؤتى إليك أسلم الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا هنا تم الفتح وانتشر الإسلام وحقق الله وعده لنبيه ورسوله كالنور في جنح الضلاء جاء الحبيب اشتركوا في القناة